اهلا بكم من جديد استدعت وزارة الخارجية الاردنية السفيرة الايرانية في عمان احتجاجا على تصريحاته للخارجية الايرانية اعتبرت في ان الملك الاردني ارتكب خطأ استراتيجيا واساسيا في تعريف الارهاب وايد الاردن الضربة العسكرية الامريكية ضد النظام كما طالب العهل الاردني الاسد بالرحيل التفاصيل في تقرير مراسلنا هاني موحد هذا الساتر الترابي يفصل الاردن عن اسخن بقاع العالم يشهد زيادة في الاجراءات الاحترازية الامنية والعسكرية للجيش الاردني مع نشر تقارير صحفية عن اعداد خططا من قبل تحالف اردني بريطاني امريكي وشيكا لشن عمليات ضد تنظيم الدولة او ما يعرف بداعش انطلاقا من قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية والجنوب السوري وصولا للمناطق الشرقية والوسطى في سوريا فالتنظيم لم يغفي عداوته للاردن المشارك بالتحالف الدولي منذ تأسيسه اخر تهديداته صدرت مطلع هذا الشهر متوعدا المملكة بمزيدا من الهجمات على غرار تلك التي حدثت في الكرك اواخر العام الماضي تزامن ذلك مع حراك دبلوماسي على اعلى المستويات تجاه لندن وواشنطن القوات الخاصة الامريكية مع الفورتين دلتا طبعا والاسئة البريطانية والقوات الخاصة الاردنية خاصة وحدات مكافحة الارهاب بالاضافة الى الفصائل المقاتلة السورية الفصائل الجيش الحر التي تم تدريبها على ايدي القوات الخاصة الامريكية في مناطق محددة ضمن على الحدود سيكون لها دور فاعل حيث سيتم مهاجمة القيادات ليس فقط وجود تنظيم الدولة وتلك الفصائل المبايع له كجيش خالد بن الوليد على مقربة من الحدود الاردنية يشكل هاجسا امنيا لدى المملكة انما ايضا الميليشيات المدعومة من ايران العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قال بان قدوم تلك التنظيمات جميعها الى الحدود الاردنية لن يتم التهاون معه الهاجس الامني ترافق مع تصعيد سياسي بين عمان وطهران بدأ مؤخرا بمقررات القمة العربية الاخيرة في البحر الميت الرافضة والمدينة لتدخلات الايرانية بشؤون الدول العربية وصولا الى استدعاء وزارة الخارجية الاردنية السفير الايراني لدى المملكة وتبليغه احتجاجا شديدا لهجة على تصريحات للناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية ضد المملكة فيما يشير مراقبون الى ان طهران سوف تدفع بتنظيم الدولة لمهاجمة الاردن حتى في فترة الحياد الاردني المطلق من هذا الصراع كانت باستمرار انظمة الملالي والميليشيات وفرق الموت والشبيحة التابعة لها دائما تبعث برسائل تهديد مبطن للاردن بان لدينا خلايا نائمة ولدينا توجهات وقد ننفذ في اية لحظة لم ينع الاردن بنفسه عن اعلان موقفه زاء التطورات الاخيرة في سوريا ايدانة شديدة لهجة لمزارة الكيموي في خان شيخون وترحيب بالضربة الامريكية على مطار الاشعيرات سبق ذلك ما صرح به العاهل الاردني بعدم امكانية بقاء الاسد في السلطة بعدما تلطخت يداه بدماء شعبه مع تأكيدا على الموقف الاردني الدائم بضرورة انهاء الازمة بحل سياسيا شامل يرى مراقبونا خروج الاردن من مربع الحيادة المعلن فيما يخص الحدث السوري الى وضوح اكثر في موقفه جاء منسجما مع الحراك الدولي الاخير وبالأخص المعسكر الغربي والذي اعطى زخما جديدا للازمة السورية في محاولة تناء منه لخرق جدارها المحتكرة من قبل موسكو هاني موعد اورينتو نيوز عمان وجدد الترحاب بضيوفي في هذا الملف الأستاذ مسؤول فاكر الخبير في شن إيران اهلا بك وارحب ايضا بالدكتور بسام لعموش السفير الاردني السابق في طهران من عمان اهلا بك دكتور بسام لعموش اذا حدة التصريحات ارتفعت الاردني الايرانية يقولون السبب تصريحات الملك الاردني في واشنطن ما هي الرسالة السياسية حقيقة من كل هذه التصريحات يعني الاردن يحرص على العلاقة ان تكون مستقرة مع ايران وعلى كل دول العالم في السياسة الخارجية الاردنية سياسة واضحة ومستقرة وليست في حالة اضطراب لكن الاردن محاط بنيران من كل مكان ولعل الجرح السوري الغائر يعني هو نعتبره احنا هم اردني لأن العكاساته ليست فقط الانسانية ولكن الامنية على الاردن واضحة وبخاصة الساحتين العراقية والسورية هناك تدخلات من ايران ومن ميليشيات وهذه لا تخفي هويتها ولا تخفي مرجعيتها ولا تخفي طموحها والاردن رغم علاقته مع ايران من ناحية دبلوماسية لأنه لم ينسى ان النظام الايراني منذ ان نشأه يتحدث عن تصدير الثورة والان هو يمارس تصدير الثورة فقد صار له النفوذ في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وبالتالي الاردن مطالب بان يحمي حدوده وان يمنع مثل هذه التسربات لساحته فقد حافظ على امنه منذ الربيع العربي الى الان الا قليل بعض العمليات التي قام بها تنظيم القاعدة او داعش ولهذا علاقة دبلوماسية هذه تمر احيانا بحالات شدة انا كنت سفيرا في ايران واستدعيت الى الخارجية الايرانية مرتين يعني ويتم توضيح الامر لا يقبل من ايران ان تتدخل في الشأن الداخل الاردني والاردن لم يتحدث عن ايران وانما تحدث عن هدف الاستراتيجي في الشأن السوري هو ان نصل الى حل سياسي لانه لم يستطع النظام ولا تستطع المعارضة حسم الامر صحيح طيب استاذ مسعود بالمقابل كانت تصريحات عربية ليست تردنية في القمة العربية لا شأن لايران بالتدخل في اي شؤون داخلية الان ايران عندما تخرج لترد على هذه التصريحات هل لديها اي معلومات سابقة رمما بتدخل سياسي تدخل عسكري عن طريق المنطقة الجنوبية لسوريا في الاردن ام لا لو عدنا الى محاولات ايران لابقاء الاردن في الدائرة الرمادية كما تفضلت بها كانت محاولات حثيثة ايران تعرف اهمية الاردن اهمية الاردن جيش الاردني قد يكون من افضل الجيوش العربية انا لا اتكلم عن 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 الكبر الجيش انا اتكلم عن جيش منظم مدرب بشكل جيد وعلاقة جيدة بينه وبين قيادته السياسية قد يلعب هذا الجيش دور مهم وحاسم في اي عمل عسكري محتمل في داخل سوريا وايضا جاء هذا الموقف الاردني لا ننسى بان الملك عبدالله عاد من زيارته الى واشنطن قد تكون هناك قد تكون انا اتكلم كمحلل ولست سفيرا مثل ما تفضل سعادة السفير انا كمحلل اقول هناك خطة اكبر لواشنطن في المنطقة انا باعتقادي في فترة ترامب كان غير ممكن للاردن ودول اخرى ان تتصرف على ضوء السياسة الامريكية المتخاذلة تجاه ما يجري داخل سوريا يعني وكانها رسالة ايرانية للاردن ان ابقوا على الموقف الحيادي لا تدخلوا ضمن استراتيجية الامريكية ايران ماذا تريد ان تفعل انا لا اعرف ايران ماذا تريد تفعل بالاردن كيف يمكن لها ان تجعل الاردن تبقى على هذا الموقف الاردن له كلمته المؤثرة في العالم العربي لا يمكن لايران ان تملي على الاردن بان ابقوا في هذه الدائرة ولا تخرجوا منها حتى الصحافة الايرانية انا كنت تابعها وصلت اكثر من استدعاء السفير وصلت الى المرحلة الشتائمية في التعاطي مع الموقف الاردني وهذا يظهر بان الموقف الاردني اثر بشكل واغضب الايرانيين لانهم كانوا يتوقعون بان الاردن يبقى في هذا الموقف والى ما لا نهاية دكتور بسام الآن هل هذا الغضب الايراني ناتج بان هناك استراتيجية امريكية سيكون دور فاعل للاردن فيها بان منطقة جوار ايضا ضمن التحالف الدولي والعلاقات الطيبة بين الاردنيات المتحدة الامريكية ام بانه لتغيير موقفه فقط كان ضمن الموقف الرمادي محافظ على بعض العلاقات مع النظام يعني على ايران ان تدرك ان الاردن الان باعتبار القمة العربية هو الذي يرأسها وبالتالي هو يعبر عن قرارات اظن تاريخية سابقة كانت دائما في كل القمم العربية يتحدث عن عدم التدخل ايران في الشأن العربي وضرورة حلها لقضاياها مع الدول العربية وخاصة الامارات في شأن الجزر بالحوار او التحكيم وما استجد في الربيع العربي من تدخلات فاضحة ومكشوفة سواء كان من جيش ايراني او من الميليشيات التابعة لايران كان لابد لهذه القمة التي يقودها الان الاردن ان يصرح الاردن باسم العرب الاردن لا يصرح باسمه الشخصي في هذا المجال ثانيا الاردن هو عضو في التحالف الدولي وبالتالي لا تظن ايران ان الاردن لغم سائغة وانه يعني يمكن ان يستمع الى تهديدات صحفية او ارغاء او ازباد عبر بعض الصحفيين المنفعلين هم سبق ان استدعوا السفير الاردني وكل الدول حينما تقع هناك خلافات في وجهة النظر يتم استدعاء السفراء وتسليم الرسائل والاحتجاجات لكن الاردن يبقى انه يريد هذه العلاقة والاردن جيشه بالذات انا ربما اختلف مع الاخر الكريم جيش الاردن ما خرج الا بتوافق مع بعض الدول في بعض الازمات كما حصل في عمان في موضوع الجفهة الشعبية لتحرير الضفار السورية رغم انه في تاريخها ان الجيش السوري اقتحم الاردن ودخل الى مدينة اربد لكن الاردن لم يستغل الضرف الضعف للنظام السوري وبخاصة عام 2012 ولم يدخل الجيش الاردني وبقي على حدوده وفي كل يوم يقبض على ناس متسللين في الاتجاهين سواء كانوا من المسلحين او الارهابيين او العصابات المخدرات فالاردن لا يطمع بهذا لكن اذا كانت الدول الكبرى اتفقت هذا هو الحل لا يمكن للاردن ان يدخل ليواجه ايران وليواجه روسيا داخل الارض السورية لماذا تغير الموقف الاردني من بشار الاسد وقال عليه الرحيل لم يتغير الموقف اذا كنت تذكر قبل سنوات عديدة اولا العلاقة الشخصية بين جلالة الملك وبين بشار الاسد هذه التصريحات ادلى بها الملك الاردني في واشنطن نعم نعم انا اقول لك لكن عليك ان تتذكر مع بداية الربيع العربي في سوريا صحيح كان جلالته قال بتصريح لو كنت مكانه لتنحيت صحيح يعني كان لابد من التصريحات اقوى وبالتالي الاردن ينسجب مع الرغبة العربية والرغبة الدولية اما هو الاردن لن يعلن حربا على احد لا على سوريا ولا على ايران ولا على اي دولة اخرى طب هل تتوقع اي عمل عسكري استاذ مسعود الفك ام لا استراتيجي سيبقى من منظومة دولية كاملة في سوريا نعم لا نرى في المدى القريب خطة من هذا الغريب الا الاحداث الميدانية تتطور وتنصل الى مرحلة تفرض على اصحاب القرار السياسي ان يتخذوا قرار بهذا المستوى انا باعتقادي تدخل عسكري واسع النطاق ليس وارد مستبعة الوقت الحاضر قد يتمناه الكثير منطقة امنة في درعا ولكن هذا وارد جدا هذه الخطوة واردة جدا واردة جدا بانه يتم دعم المعارضة السورية بالتسليح التي تعاني من قلة التسليح قد لا يحتاج الثوار بانه يأتي الجيش الاردني او الجيش السعودي او الجيش القطري او اي جيش عربي اخر يدخل في سوريا لانهم ليسوا بقليلين قد يحتاجوا الى تنظيم افضل ويحتاجوا الى تسليح افضل ففي هذه الحالة بامكانهم ان يخلقوا نوع من التوازن او الهجوم على الميليشيات التي موجودة على الارض نحن نعرف بان قوام القوات البرية حتى للنظام السوري هي الميليشيات التي جلبتها ايران الى سوريا سؤال اخير دكتور بسام بعجال ذات كرمت الان القوات الايرانية الميشتها على بعد 70 كم فقط من الحدود الاردنية هل هناك اجراءات من الممكن ان تكون اقامة منطقة امنة لحماية الامن القوم الاردني في الدرجة الاولى كما تطالب بها تركيا في الشمال السوري يعني انا اظن ان الرئيس ترامب تحدث في هذا وانا اظن قد تكون هذه الخطوة الممكنة الان يعني في الغالب ستتم هذه الخطوة وهي مقبولة من تركيا ومقبولة من الاردن وحتى النظام السوري قال ان عندي استعداد اقبل لكن ان يتم التنسيق معي وبالتالي هذه انا ما اعتقد مصلحة اردنية ومصلحة حتى سورية بغض النظر من الذي يحكم في سوريا مصلحة لان لا تجر السحل السورية تجر الاطراف لتكون هناك حرب دولية كبيرة التوتر للاخير اللي حصل بين امريكا وروسيا هذا يمكن معالجته روسيا لا يمكن لها وهي تدرك ان تقاتل عن بشار الاسد الى ما لا نهاية لكن تريد ان لا تكسر الارادة هو في صراع ارادات وبالتالي اذا اقيمت المناطق العازلة انا في ظني بيكون شيء من التخفيف على الشعب السوري ويكون نوع من الضغط على النظام السوري وهذا ما نريده حتى يلجأ الناس الى المفاوضات السياسية المباشرة شكرا لك دكتور بسام العبوش السفير الاردنية السابق في ايران ضيفي من عمان شكرا لك استاذ مسؤول الفقر الخبير في شعر ايران ضيفي ضيلة هذه الحلقة شكرا لك بأمان الله يا فاطل شكرا جزيلا السيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة